وليس بعيداً عن أجواء عشوراء حيث تكتسب زيارة الرئيس التركي لبغداد بعد العاشر من محرم خصوصية استثنائية بحكم الملفات المطروحة للحوار بعد 15 عاماً من آخر زيارة له واضح مراقبون أن وفداً حكومياً كبيراً بالاقتصاد والأمن سيرافق الرئيس التركي وفيما يراهن العراقيون على قرار تركي بزيادة إطلاقات نهري دجلة والفرات لتجاوز أزمة الجفاف بأقل الخسائر ينتظر الأتراك حلاً عراقياً لديون النفط التي فرضتها محكمة باريس على أنقرة بسبب نفط كردستان مشيرين إلى إمكانية جدولة هذه الديون أو حتى إلغائها مقابل مناسب مريحة من المياه وسيكون ملف حزب العمال حاضراً بقوة في جدول أعمال الزيارة لما يشكله من تحديداً للأمن القومي للتركية واستنزافاً لمواردها ما سيجعل من هذا الملف عنواناً تفاوضياً لحسم باقي الملفات الحساسة المتعلقة بالمياه والاقتصاد ترجمة نانسي قنقر